نظمت فضائية نورسات مكتب الأردن بالتعاون مع إدارة مدارس اللاتين في المملكة دورة إعلامية تدريبية لطلبة المرحلة الثانوية بمدارس اللاتين في الأردن وتحديداً في مدرسة اللاتين لفحيص الثانوية حيث تلقت طلبة خلال الدورة وعلى مدى يومين محاضرات مكثفة في أساسيات العمل الإعلامي إلى التفاصيل إيماناً منها بدور الشباب في المحافظة على نزاهة وشفافية الإعلام ولأجل غد إعلامي مسيحي مشرق رسمت فضائية نورسات استراتيجيتها الإعلامية على مدار سنوات خلت وفي الأردن ومن خلال مكتبها الإقليمي تحت إدارة الدكتورة باسم السمعان باشرت نورسات بعقد الدورات التدريبية لطلاب المدارس وها هي اليوم تعقد دورة إعلامية تدريبية بتنظيم وتعاون مدرسة لاتين الفحيص الثانوية لطلاب المرحلة الثانوية ونخبة من المدرسين في هذا الصرح التعليمي الشامخ من مؤسسات البطرياركية اللاتينية وقد رحبت مديرة المدرسة السيدة سمر سميرات بأسرة نورسات وأثنت على أهمية الدور الإعلامي الذي تسهم به نورسات حول العالم ومكانتها العالمية في نشر القيم الأخلاقية والاجتماعية والأسس التربوية التي تبنى على أساس المحبة والسلام والطلاقي بكل الحب التقينا على مدار يومين لنبني فكر واع ووعي إعلامي لدى أبناؤنا الطلبة لأنكم محور هذه العملية التربوية والفكرية والتي نطمح للنهوض بها ومواكبة العصر السريع والتكنولوجي ومدى البعد في الفن التصويري والأخراج وكون الإعلام يمتلك خطورة البناء والتهديم حسب أخلاقيات العمل الإعلامي كما تحدث مسؤول النشاطات في المدرسة ومنسق الدورة الأستاذ رائد حداد عن أهمية عقد مثل هذه الدورات للطلاب وللمعلمين على حد سواء كانت الفكرة ما بيني وبين الدكتورة باسمة أنه نعمل إشي للطالب الإعلامي في مدارس بطرقية اللاتين ولقت صدق كتير حلو عند الدكتورة وبدأت التعاون وكان في فكرة تجاه أنه نعزم كل مدارس البطرقية وشارك ما بين ثمان مدارس ثانوية وأساسية عليا وعطوا المحاضرين شيء كثير حلو شيء كثير قيم وكان هناك في ضيوف شرف على هامش المؤتمر تبعنا أو أخرى مش الدورة تبعتنا اللي كان عدد ساعات سبع ساعات معتمدة ومنهاية هذه الدورة الطالب أخذ شهادة معتمدة موقعة من المدرسة ومكتب النورسات كل الشكر لكل الداعمين من أهالي الفحيص ومؤسسات الفحيص المحلية عمل أنه هذه بداية النواة الأولى لعمل مستمر نعمل لنبني وألقت الدكتورة باسم السمعان محاضرة حول الأخلاقيات والضوابط المهنية في العمل الإعلامي حيث ركزت في محاضرتها على ضرورة التأكد من مصدر الخبر قبل نشره على الوسائل الإعلامية لافت إلى أن الكثير من الأخبار المغلوطة سببها عدم التحري والدقة عند كتابة الخبر الصحفي كما تحدثت السمعان في محاضرتها عن أدوات التواصل الاجتماعي في ظل أخلاقيات الإعلام ودور الشباب كذلك في الاستخدام الفاعل لمواقع التواصل الاجتماعي هده الساعات بتمرو أنت على الواتس أب وبتضيع وقتك النميمة والغيبة إيش معناتها؟ بنحكي عبعض شفت هيك شو سوى شفت شو هذا عمل يا ما بالسناب شات أو بالواتس أب عنا في هاي الأمور بنظلنا نتداولها مع بعض أو نشر صور عليكم مسائلة وحسب قوانين المرء والمسموع هلأ للأخلاقية الإعلام هلأ حطوا قانون المسائلة القانونية المتابعة على الجرائم الألكترونية على اغتيال الشخصيات ومن جهته رحب قدس الأب وسام منصور مدير عام مدارس البطرياركية في الأردن بعقد مثل هذه الدورات التي تسهم بتنوير الطلبة بحقل الإعلام الواسع وتوسيع مداركهم في فهم ما يجري من حولهم خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة مبديا استعداده لدعم مثل هذه البرامج الخاصة بالشباب والإعلان عن دعم البطرياركية اللاتينية بإقامة مخيم إعلامي صيفي خلال العام القادم لمختلف المدارس في المملكة وهاي المبادرة اللي نحن بصددها اليوم هي عم بتجسد هذا الفكر وهذا المصاق التربوي اللي بتتبنى مدارس البطرياركية اللاتينية بحيث أنه نشتغل على تنمية الإنسان بكل جوانبه مواهبنا هي جزء أساسي من حياتنا هي جزء أساسي من تربيتنا وهي جزء أساسي من ثقافتنا الثقافة مش فقط شو بتحمل من معلومات ولا شو بتحمل من شهادات ولكن مواهبك تنميتها تكبيرها وتطويرها هو جزء من حياتك هو جزء من ثقافتك وثقافتك اللي انتو بتحملوها لحياتكم لمسيرتكم وقد قدم محاضرات وتدريبات الدورة كل من الزملاء محمد وشاح وبشار الربضي حيث قدم الأستاذ وشاح آلية ومهنية كتابة التقرير الإخباري معززا حديثه بمشاهدات عملية في كتابة التقرير التلفزيوني أما أساسياته وقواعد الإخراج والتصوير التلفزيوني فقد قدمها الأستاذ بشار الربضي النشرة فيها خبر وفيها تقرير الخبر إذا كان رسمي في الغالب أنه بيجي مكتوب من الجهة الرسمية المعتمدة وأحيانا التلفزيون بيكلف مندوب أن يروح يغطي بدون الاعتماد على وكالة الأنباء مرحبا تعلمنا نحن بالدورة الإعلامية اللي أخذناها عن كيفية الإخراج وكيف نتعامل مع الكاميرات وأنواع الزوايا وكيف نصبح مخرجين ناجحين بمستقبلنا وتعلمنا على شو وسائل الإعلام والتواصل كيف لازم تعمل معها بطريقة صحيحة وطبعا أخذنا خبرات كثير حلوة وكثير استفدنا من هذه الدورة وأقدم أكيد شكر خاص لمدرسة لإستقبلة وعملة هذه الدورة استفدنا كثير من هذه الدورة الإعلامية وتعلمنا فيها إيش هي مواصفات المخرج وإيش مواصفات الصحفي وإيش هي النوع أو الأنجل اللي هي البعيدة والمتوسطة والقريبة للكاميرا استفدنا من الدورة الإعلامية أنه تعلمنا كثير أشياء جديدة عن الإعلام تعلمنا كيف نتعامل مع الكاميرا كيف نقدر نخرج أو نعمل إدت للأشياء اللي إحنا منصورها تعرفنا أهم إشياء عناس جداد وأكيد نبني الصداقات الجديدة تعلمنا كيف أنه نتعامل مع السوشال ميديا بطريقة أحسن كيف أنه لما إحنا نستخدم أي تطبيق أو أي شيء من السوشال ميديا إحنا نعرف نستخدمه بطريقة صحيحة ومش خاطئة وبقدم شكلي أكيد لمسا مرسميرات وشكرا كما وقدمت النقيب باسم الجراح حول برامج إذاعة FM ونشطاتها التوعوية وكانت أيضا هناك مداخلة أخرى من الإعلاميتين نور سماوي وكاتيا فراج وهما خريجتان من المدرسة اللاتينية حيث أعطت كل منهما خبرتها الإعلامية في إعداد البرامج التلفزيونية وتقديمها يعني أخذوها من خبرة المتواضعة والبسيطة اللي عنده إشي ومآمن فيه وعنده موهبة وحاب يكملها يشتغل عليها منه وصغير لأن الإعلام هو عبارة عن ثقافة ثقافة درجة أولى كل ما قرأت كل ما اطلعت كل ما كنت أنت ملم بالأشياء اللي حواليك ببلدك نفسه ببلدك معلوماتك عن بلدك أسماء القرى الموجودة ببلدك أسماء المدن مواقحة هاي إشي كتير مهم برضو اطلع عالميا بالألفين وعشرة بالألفين وهداعش صار في إشي اسمه ربيع العربي وهو كان خريف وعلى مين محل فأنا كنت برى البلد وبشوف هالأخبار اللي بتنتقل عن الأردن بتفرمي كل واحد برى البلد بصير ليش هيك عم تحكوا عن بلدي طب أنا كنت فيها وما فيها الحكي ما فيها إنه منكرها بعض أو ما فيها بدنا ننزل أفكار غير عن الأفكار الموجودة بيحكوا إنه في عنا اختلاف بين كمسيحي كمسلم بس إحنا عنا عيش مشترك واحد إحنا عنا عيشة محبة عطاء جداتنا وجدودنا عاشوها وإحنا عشناها اليوم فكان هدفي إني أنقل الواقع لأنه مرة كنت بحضر برنامج والمذي عم بحكي طب مش مفشش غولي أنا كمواطنة موجودة برى البلد طب ليش هيك عم تحكي بدبلوماسية ومش عم تنقل الإشي الموجود حوالينا بفعلا بتواصل المستمع معنا بتواصل جميع وإن شاء الله بتمنى من طلابنا أنهم يتواصلوا معنا ويكونوا إلهم لايكات لصفحة الإذاعة ويشوفوها ويعملوا زيارة نعم ويعملوا زيارة إحنا على استعداد طبعا في إذاعة الأمن العام باستقبالكم وبتشوفوا على أرض الواقع قديش النشامة والنشميات بيشتغلوا بإذاعة الأمن العام ليقدموا فعلا من خدمة الأمنية الإعلامية الحقيقية لمواطننا كما تضمنت الدورة التدريبية التي استمرت يومين مداخلات هم من النائب الأسبق رائط قاقيش عن خبرته الإعلامية وقدمت أيضا الإعلامية ريبيكا عودة خبرتها في التعامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي والاهتمام الدائم بالمحتوى وقيمته لدى مستخدميه وفي الختام تم تسليم الشهادات من قبل الأب وسام منصور والدكتورة باسم السمعان على الطلب المشاركين والقائمين على الدورة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر